أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الواوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمسلو كمسل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مسل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سامسلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعن لا يبصرون بها ولهم آزان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وزروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نزير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اكترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويزرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر